لقد أنجب التاريخ الإسلامي في الهند هذا العلم الكبير الذي برع في فنون وعلوم كثيرة وكان زعيما من أكبر زعماء العلم والدين وقائدا من أعظم قادة الجيل الإسلامي ورائدا من أبرز رواد النهضة الإسلامية الذي كان له فضل كبير في نشر العقائد الصحيحة وكشف زيف الأفكار المنحرفة ونشر العلوم القيمة وأحياء الدعوة الإسلامية الصالحة إنه العلامة الشيخ الإمام أحمد رضا خان الهند رحمه الله تعالى ولد الإمام أحمد رضا خان في مدينة بريلي بالهند يوم الاثنين في العاشر من شوال عام 1272 للهجرة الموافق الرابع عشر من حزيران سنة 1856 للميلاد في وسط أسرة علمية دينية صالحة فوالده الشيخ المفتي نقي علي خان كان عالما كبيرا فقيها وجده المرب الصالح المفتي رضا علي خان وقد تأثر بهما كثيرا لم يكن الإمام أحمد رضا عالما في العلوم الدينية الرائجة فحسب بل كان متبحرا في كثير من العلوم الدينية والدنيوية والفنون الأخرى حيث بلغ ما استوعبه وأتقنه من العلوم والفنون أكثر من خمس وخمسين علما وفنى له قلم سيال وفكر حافل في مجال التصنيف والتأليف والكتابة وترك في التراث العلمي أكثر من ألف كتاب ما بين تآليف نافعة وحواشي جليلة ورسائل دقيقة أكبرها العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية في ثلاثين مجلدا ضخما أفتى بها في مسائل شتى أما سلوكه في التصوف فأخذت طريقة القادرية عن حضرة السيد مجمع الطريقين ومرجع الفريقين من العلماء والعرفاء الأطهار ملحق الأصاغر بالأكابر سيدنا الشيخ الشاه آل الرسول القادري المارهروي ونال منه الإجازة والخلافة في سلسلة الأولياء وإجازة في الحديث وجميع الفنون أيضا وكان الشيخ آل الرسول من كبار تلاميذ الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمهم الله تعالى وغربت هذه الشمس الساطعة للعلوم والحكم في الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1340 للهجرة الموافق سنة 1921 للميلاد واقت صلاة الجمعة أثناء قول المؤذن حيا على الفلاح ببلدة بريلي حيا على الفلاح ولقد صدق من قال موت العالم موت العالم ولكن هذا المرتحل لم يكن عالما فقط بل كان عبقري الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة فترك فراغا لا يملأ ويستمر الفراغ إلى الآن وخصوصا في شبه القارة الهندية التي تحتاج في كل عصر لأمثاله فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ترجمة نانسي قنقر